الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العلي العظيم ابن وزير يلاحظ ملبسه يلاحظ تصرفاته أكثر من أبناء عامة الناس لماذا؟ لأنه ابن وزير ابن رئيس الوزراء طبعا يهتم بمظهره أمام الناس أكثر ابن الملك لا يهتم اهتماما كبيرا جدا بمظهره بأقواله بحركات يده لماذا؟ إذا سألتهم ماذا يجيبون يقولون نحن أناس عاديون لسنا شخصيات كبيرة ولكن لأننا ننتسب إلى شخصيات كبيرة سياسية يلزم أن نلاحظ تصرفاتنا أكثر مراعاة للانتساب يلاحظون أكثر نحن نعرف أن الله عز وجل جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علة العلل في هذا الخلق لو كان هناك ملك دنيوي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ملوك الدنيا والآخرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم ملوك الجنة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ملوك الجنة التي لا تنتهي التي لا تدرك التي لم تخطر على قلب بشر الجنة هكذا ملوك الجنة هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبناء ملوك الدنيا يهتمون بتصرفاتهم للانتساب أبناء ملوك الدنيا والآخرة ماذا يلزم أن يصنعهم من هم أبناء ملوك الدنيا والآخرة المؤمنون أنا وعلي أبا وهذه الأمة ليس فقط السادة الذين ينتسبون من جهة النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كل أتباعهم كل شيعتهم هؤلاء أبناء رسول الله هؤلاء أبناء أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله نسبة دنيوية تلاحظ الشخص يلاحظ تصرفاته لكي لا يخدش بهذه النسبة كم يلزم لا أقول ينبغي يلزم كم يلزم علي أنا حيث أنسب إلى أمير المؤمنين يقولون هذا من شيعة علي هذا من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كم يلزم أن ألاحظ تصرفاتي لا أقول ألاحظ تصرفاتي في مقابل البشر لا ألاحظ تصرفاتي في مقابل الملائكة الملائكة تفهم الملائكة تعرف أن هذا الشخص منتسب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وتعرف أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ملوك الدنيا والآخرة وتعرف أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ملوك الجنة وترى أعمالي الملائكة ترى أن هذا الشخص يهتم بهيبا بهيئته بهيئته بمنظره أمام الملائكة وهو ينتسب إلى هكذا شخصيات عظيمة أنا إنسان عادي ولكن أنسب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا ابنهم لا أقول نسبا فقط الحمد لله رب العالمين الله عز وجل شرف بعض المؤمنين بهذا النسب العالي لا لا أهم من هذا النسب الانتساب في العقيدة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا هو الأهم بعض المؤمنين يعانون من خطأ وخلل بل خطر وهو الاهتمام فقط بمجال العقيدة فقط الاهتمام فقط بمعرفة ما يعبرون عنها بمعرفة مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الجانب الآخر ليس مهم خلافا على عشرات الآلاف من الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهما الصلاة والسلام التي تحدثوا فيها عن الجانب الآخر كم من الروايات الشريفة تحدثت عن تصرفات الإنسان عشرات الآلاف من الروايات الشريفة ليس مهمة لماذا أهل البيت عليهما الصلاة والسلام تكلموا في هذا الجانب فقط العقيدة العقيدة لا شك أنها هي الأساس ولكن الاهتمام فقط بالعقيدة حسب التعبير معرفة مقامات أهل البيت عليهما الصلاة والسلام هذا الخطأ والخلل بل الخطر سببه خلط بين الكلمات والعناوين عندنا ثلاثة أشياء عندنا معلومة عندنا إذعان عندنا معرفة القيمة الكبيرة للمعرفة البعض يخلط بين هذه العناوين عندنا معلومة مثلا فيما يرتبط بمقامات أهل البيت عليهما الصلاة والسلام أن أهل البيت عليهما الصلاة والسلام الله جعلهم علة العلال في هذا الخلق هذه معلومة مجرد هذه المعلومة فقط ككونها معلومة لا تنفع أبدا أبدا هذه المعلومة ألد أعداء أهل البيت عليهما الصلاة والسلام على أهل البيت الصلاة والسلام وعلى أعدائهم لعنة الله ألد أعداء أهل البيت كانت عندهم هذه المعلومة تتصورون أن أعداء أهل البيت ما كانوا يعرفون ما كانوا عفواً ما كانوا يعلمون ببعض مقامات أهل البيت صرحوا أصلاً هم صرحوا هم أعداء أهل البيت صرحوا أحد قتلت الصديق الكبرى صلى الله عليه على المنبر صرح بشيء بعض الشيء لا يعرفونه على المنبر أمام الناس مجرد وجود معلومة علمك بحقيقة من الحقائق في هذا الكون لا ينفعك القرآن الكريم يصرح وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني كانت عندهم المعلومة لا بدرجة اليقين لا بدرجة الاستيقان اليقين الشديد تتصور أن هؤلاء ما كانوا يعلمون مجرد المعلومة لا تنفع أصلاً لا تنفع بل وبال على الشخص المرحلة التالية لا تنفع المرحلة التالية مرحلة الإذعان الإقرار بهذه المعلومة الاعتراف بهذه المعلومة نعم هذه المرحلة بداية درجات درجات الإيمان شرط تحقق الإيمان الإذعان الإقرار الاعتراف مجرد المعلومة لا تنفع أبداً الإقرار والاعتراف بهذه الحقائق في مجال العقيدة نعم هذا شرط الإيمان الإيمان لا يتحقق بدون الإذعان هذا شيء عظيم ولكن الإقرار بداية الإيمان بداية الإيمان يعني بالإقرار الشخص يكون مؤمناً أي درجة من درجات الإيمان قد تكون أدنى درجة أقل درجة قد تكون المرحلة الثالثة مرحلة المعرفة المعرفة يعني ماذا؟ يعني هذه المعلومة التي عندك وقد اعترفت بها أذعنت بها هذه المعلومة إذا لامست مشاعرك وقلبك ليس فقط اعترفت وأقررت بها لا أصبحت شيء من كيانك هنا تتمكن أن تقول عندي معرفة طبعاً هي المعرفة أيضاً درجات الضعف في درجات المعرفة أيضاً قد يولد للإنسان مشاكل قد تكون كبيرة ولكن هذه هي المعرفة إخواني أمثل لكم بمثال مثال ليس دقيقاً كمثال طفل يولد في منطقة حارة جداً ينشأ يبدأ يدرك بعض الأشياء يصبح ثلاث سنوات أربعة سنوات أربعة يسمع بالثلج شيء يوجد مرأة في مناطق حارة كمثال شيء يوجد اسمه الثلج هذا شيء بارد يسمع من هذا يسمع من ذاك هنا تحققت المرحلة الأولى عنده معلومة أن شيئاً هناك موجود هذا الشيء اسمه الثلج شيء بارد بعد فترة بعد هذه المعلومة بعد حصول هذه المعلومة مرة يرى مثلاً في مقطع فيديو أن شخصاً بيده الثلج وهو يلوج بنفسه من برودة الثلج هذه المرحلة لنسميها مرحلة الاعتراف الاقرار لا بدأ يدرك القضية أكثر في البداية سمع عنده معلومة ثم رأى لا يصل إلى درجة الاعتراف والاقرار بعد فترة يأتون له بالثلج يأخذ الثلج بيده يحتفظ بالثلج لمدة مثلاً ثلاث دقائق أربع دقائق هنا يدرك معنى برودة الثلج هذه معرفة يلمس الشيء معرفة مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليست هي المعلومات فقط المعلومات ترتقي في نفس الإنسان تصل إلى مرحلة الاحتراف والإقرار بعد ذلك تصل إلى مرحلة اللمس أن يمس هذا المعنى قلب الإنسان مشاعر الإنسان هذا يتمكن أن يقول عندي معرفة بهذه المعلومة لمس الشيء المعرفة الصحيحة بمقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تلازم طاعة الله عز وجل لا أكثر من تلازم بين المعرفة والطاعة توجد سببية ومسببية المعرفة الصحيحة سبب علة للطاعة العلة لا تنفك عن معلولها المعلوم لا ينفك عن علته الذي عنده معرفة لا يمكن أن يرتكب الموبقات الذي عنده معرفة لا أقول معرفة عالية لا معرفة مقبولة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يرتكب موبقات أن يرتكب كبائر أن يرجح هواه على ما أمر به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا ما عنده معرفة عنده معلومة عنده إقرار معرفة غير موجودة الروايات الشريفة في إحدى الروايات المشهورة تعرفون هذه الرواية مشهورة جدا صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال والله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل يعني ماذا هذا ليس النفي الحقيقة هذا نفي الكمال يعني الإمام عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقول طبقا ليه ما يستفاد من هذه الروايات والروايات الشريفة الأخرى الإمام عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقول هذا الشخص الذي لا يطيع الله هذا الشخص ليس شيعيا لا يريد أن يقول هذه الدرجة من درجات التشيع ليس الدرجة مقبولة عندنا درجة من درجات التشيع شيعي ممكن يكون شيعي يعص الله عز وجل هذا الشيعي ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل ليست بصدد نفي الحقيقي نفي التشيع لا نفي الكمال لا أقول الكمال الكمال سلمان لا نفي الكمال المقبول عند أهل البيت هذا الذي لا يطيع الله عز وجل يقول أنا عندي معرفة هو ما عنده معرفة أو معرفته ضعيفة جدا الحقائق لا تلمس قلبه ولذلك يرتكم معاصي أنا ليس كلامي عن الشخص قد يقع في المعصية والعياذ بالله تعالى لا شخص منتبه ملتفت يقول أعص الله عز وجل والعياذ بالله تعالى ثم إن شاء الله شفاعدها للبيت هذا ما عنده معرفة عنده معلومة عنده أقرار نعم الأقرار بداية الإيمان عنده إيمان يسمى مؤمنا لأنه أقرأ احترف أذعا نهتم بالمعارف هذه ليست معارفة تهتم بالمعلومات أن تعلم شيئا شيء شيء في صحيحة جابر عن الإمام الباقر صلى الله وسلم أمه عليه الإمام صلى الله عليه يقول ما تنال ولايتنا إلا بالعمل والوراء نفس المعنى ليس المقصود أن هذه الولاية ليست ولاية هذه الولاية ليست الولاية المقبولة يعني ليست بدرجة مقبولة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إمام زماني لا يقول أنت لست مواليا يقول ذاك الموالي الذي أنا أرتضيه ليس هذا نعرق نعلم نعترف نعرق نعلم نعترف نعرف نعرف الاعتراف قبل المعرفة علم اعتراف معرفة فقط تعلم المعلومات لا يؤدي بالضرورة أحيانا يؤدي أحيانا لا لا يؤدي بالضرورة إلى المعرفة أجلس في مجالس أتعلم معلومات شيء مرحلة أولى لا أرتقي أنا معترف بهذه المعلومات حسن حصلت درجة الإيمان بداية درجة الإيمان ولكن ألمس هذا المعنى ما هي قيمة شهواتي هواي غضبي أمام ما أمر به أهل البيت عليهما الصلاة والسلام هذا المعنى يلزم أن نصل إليه هذه معرفة القيمة في هذا الكون هو مولاي وسيدي صاحب الحصر والزمان الحجة بن الحسن المهدي أرواح العالمين هذا هو القيمة هذا هو الذي يسوى في هذا الكون ما هي قيمة الأشياء الأخرى لا أقول الأشخاص الآخرين الأشياء الأخرى هواي ما هي قيمتها البشر كلهم ما هي قيمتهم أمام إذا خالفوا إذا خالفوا طريقة سيد الكون في هذا العصر لا قيمة له هذا المعنى يلزم أن ألمسه الثلج الذي لمسته إحدى مشاكلنا وهذه المشاكل كلما الإنسان يكبر الإنسان يمشي في عمره هذه المشاكل تترسخ أكثر مشكلة أننا سقطنا في خطأ والعياذ بالله في معصية ثم المعصية ارتكبت مرة ثانية ثالثة رابعة عاشرة أصبحت شيء من وجود الإنسان الإنسان يقول لا أتمكن على أن أترك المعصية أريد مؤمن أنا متألم لماذا أنا أرتكب هذه المعصية وهذه بشارة بالنسبة للشباب لأن الشاب بعده لم يصل إلى هذه المرحلة من التعود خصوصا الذي ارتكب المعصية لأول مرة طريق رجوعك سهل جدا بخلاف الشخص الذي ارتكب المعصية عشرين مرة عشر سنوات أربعين سنة صعب جدا صعب ما هو الحل أحد كبار مراجع التقليد رضو الله تعالى عليه في موسوعته الفقهية الكبيرة عنده عبارة جدا جميلة جدا جميلة يقول تغيير مضمون كلامه تغيير الملكات السيئة لا يمكن الملكات السيئة لا تزول إلا بالعمل بالإتيان إلى ما يضادها يعني ماذا شيء يحتاج إلى عمل الملكة السيئة النفسانية لا تزول إلا بالإتيان بضدها شخص مثلا عنده ملكة سيئة ملكة يعني صفة نفسانية صفة نفسانية سيئة صفة الجبن جبن يريد أن يزيل هذه المشكلة هذه الملكة النفسانية السيئة لا يمكن إلا بالإتيان بضدها عمل يعني يلزم عليه أنه يغصب نفسه مرة ويلقي نفسه في موقف يخاف منه ومرة ثانية ومرة عاشرة ومرة عشرين شيئا فشيئا ذات تلك الصفة تضعف الصفة السيئة الملكة السيئة تضعف تضعف يتمكن أن يغلبها يتمكن أن ينزعها من نفسه بدون عمل لا يمكن مجرد أجلس أفكر أخطط لا يمكن يحتاج إلى عمل شخص مثلا بخيل عنده ملكة البخل ملكة نفسانية سيئة يريد أن يكون جوادا لا يمكن لا يمكن بدون عمل لا يمكن يلدم أنه مرة صعب عليك تخرج مبلغا تعطيه إلى يوم هذا الشخص دايخ دافع مبلغ بعض الناس هكذا والعياذ بالله مرة ثانية مرة ثالثة مرة عاشرة أشرين مرة شيئا فشيئا هذه الملكة النفسانية السيئة تضعف شخص عنده هذه المشكلة التي ابتلي بها والأسف طبعا هي مشكلة قديمة كثير من المؤمنين الوسوسة الوسوسة شيئا فشيئا تتبدل إلى ملكة نفسانية سيئة يعني ليست مجرد عمل ملكة ملكة سيئة عنده وسوسة حتما رأيته يريد أن يقلع نفسه فترة طويلة لا يتمكن لأنه لا يعمل خالف هذه الوسوسة في المرة الأولى صعبة عليك جدا هذه المخالفة لنفسك لهذه الحالة الملكة النفسانية المرة الثانية أيضا صعبة العاشرة عشرين مرة ثلاثين مرة خمسين مرة هذه الملكة النفسانية السيئة تضعف تتمكن في المرات التالية تكون أسهل عليك كل الملكات النفسانية سيئة هكذا الملكات السيئة لا تزولوا إلا بالإتيان بضدها هذا له نص عبارته جدا جميلة كلمة جدا رائعة شخص يسقط في الذنوب هذا يدل على أن معرفته إما ما عنده معرفة أو معرفته ضعيفة خصوصا في الموبقات خصوصا في الكبائر إذا سقط والعياذ بالله تعالى ماذا يصنع أقرأ لكم رواية شريفة وأختم بهذه الرواية الشريفة حديثي قبل أن أقرأ هذه الرواية الشريفة الذي يدفع المؤمن نحو الذنوب نحو الكبائر والعياذ بالله تعالى نحو الموبقات والعياذ بالله تعالى الشيطان النفس الأمارة بالسوء الهوى هذه الأمور هي التي تدفع إذا سقط الإنسان في ذنب هل هناك حلول نعم هناك حلول حلول مهمة جدا ذات مرة قبل سنوات لعله أنا تطرقت إلى بعضها الآن أريد أن أقرأ الرواية الشريفة ولكن قبل أن أقرأ الرواية الشريفة هذه النقطة أذكرها الرواية طبعا واضحة ولكن لكي تتضح أو يتضح جانب من الرواية الشريفة أكثر شخص مؤمن شيعي من موالي أهل البيت عليه الصلاة والسلام سقط في ذنب وكرر لا الشخص الذي يتعمد ارتكاب الذنب ويبرر أنني سأتوب لا 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 هذا جدا خطر لا بسبب شهوة بسبب غضب بسبب وهذه القوة الموجودة القوة السيئة الموجودة في نفس الإنسان أخذته إلى ارتكاب ذنب هل هناك حلول نعم الحل الأول إذا سقطت في ذنب في ذلك اليوم جبرا لهذا الكسر حصل كسر في نفسك في روحك بسبب الذنب الذنب يكسر جانبا حصل كسر هذا الكسر أجبره بحسنة اليوم سقط الشخص في ذنب اليوم لأجل جبر هذه السيئة اعمل حسنة جبرا لهذه السيئة إذا سقطت في ذنب جديد في سيئة جديدة سيئة ما كنت ترتكبها قبل هذا اليوم جبرا لهذا الكسر اعمل حسنة جديدة ما كنت تعملها ما كنت تعملها طبعا يلزم أن تكون الحسنة بوزن السيئة لا سيئة كبيرة وتعمل حسنة صغيرة لا إذا السيئة كانت كبيرة اعمل حسنة كبيرة لكي تجبر تلك السيئة لا لكي يجبر كسر تلك السيئة الكسر الذي حصل هذا حل أول الحل الثاني إذا سقط الإنسان في ذنب في ذلك اليوم عاقب نفسك بالحرمان من ملذات محللة اليوم سقط الشخص في ذنب عاقب هذا النفس اليوم بعض المحللات الملذات المحللة أحرم نفسك منها ما الذي تحب؟ شيء تحبه تحب أن تلعب تحب أن تأكل الطعام الكذائي اليوم لا تأكل ذلك الطعام تحب أن تذهب إلى المكان الجميل الكذائي لا تذهب أحرم نفسك إذا سقطت في ذنب أحرم نفسك في ذلك اليوم من لذة محللة وعلى عكس ذلك إذا عملت عملاً حسناً جميلاً في ذلك اليوم كافئ جازي نفسك بلذة محللة وسع على نفسك في ذلك اليوم كل الطعام اللذيذ الذي تشتهيه منذ فترة اذهب إلى المكان الذي تشتهي اجلس مع المؤمنين الذين تحبهم قاعدة عادية لا أخصد طاعة لا لا ملذات وسع على نفسك في الملذات هذا حل آخر ألا أنا أقرأ لكم الرواية الشريفة الرواية جداً جميلة كل كلامهم صلوات الله عليهم جميل ولكن في هذه الرواية الشريفة أمل أمل كبير جداً جعلها الله عز وجل لنا نعرف هذا الأمل ولكن بيان الأمل من لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله شيء آخر الحديث الشريف موجود في الكافية الشريف بسند صحيح أعلائي عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآل محمد وعجل أربع من كان فيه وكلنا هذه الأربع موجودة فينا ولله الحمد أربع من كان فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا أن يكون شخصاً منتهي الأمر أصلاً أصلاً بعض الناس والعياذ بالله تعالى كل ما تعطيه لا ينجح كل ما تعطيه لا يفوز لا يفلاح هالك وإلا الذي عنده هذه الأربع لا يهلك أربع من كان فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك ما هي يهم العبد بالحسنة فيعملها يعملها يعني يريد أن يعملها فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته الله أكبر اللهم أسأل على محمد هم بحسنة ما عمل الله عز وجل يعطيه الثواب حسنة بحسن نيته ثانياً وإن هو عملها هم بالعمل الصالح بالحسنة وعملها كتب الله له عشراً عشر حسنات هذا اثنين ثالثاً ويهم بالسيئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء هم بالسيئة لكن ما عملت سيئة لا يكتب عليه شيء فاضل لأن الهم بالسيئة تجرع 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 تجري على الله عز وجل هو الهم تجري أن يهم الشخص بسيئة بمحصية الله عز وجل لا الله عز وجل لا يكتب عليه شيئاً بسبب همه بالسيئة بسبب همه بالسيئة لكن إذا هم بالسيئة وعمل السيئة ماذا؟ قضيته منتهية لا ممنتهية هم في مجال ويهم بالسيئة أن يعملها هذا الثالث ويهم بالسيئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء الرابع وإن هو عملها هم بالسيئة وعمل السيئة والعياذ بالله تعالى أجل سبع ساعات وقال صاحب الحسنات هذا الملك الذي يكتب الحسنات الذي هو على اليمين يقول لذلك الملك الذي هو على الشمال الذي يكتب السيئات والعياذ بالله تعالى وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال لا تعجل لا تكتب عليه انتظر عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات انتظر لا تكتب عليه السيئة لعله يعمل حسنة هذه الحسنة تمحوها السيئة والنبي صلى الله عليه وآله قرأ هذا المقطع من الآية القرآنية عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات أو ربما يعمل حسنة أو شيء آخر أيضا موجود غير الحسنة أو الاستغفار يعني يتبعها باستغفار يعني له حلان بعد أن هم بالسيئة وارتكب السيئة عنده حلان الحل الأول أن يعمل حسن الحل الثاني أن يستغفر هذا على الأقل أو الاستغفار فإن هو قال إذا الرجل قال بعد أن ارتكب السيئة والعياذ بالله تعالى فإن هو قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه لم يكتب عليه شيء خرق شيء كبير معصية الله جدا سيئة يقول كلمة يتوب يندم يستغفر لم يكتب عليه شيء في هذه السبع ساعات لكن المصيبة ما هم بالحسن ولا عمل الحسن بل هم بالسيئة وعمل السيئة عندك فرصتان فرصة عمل حسن تمحو السيئة فرصة ثانية الاستغفار ما عمل يقول النبي صلى الله عليه وعليه والعياذ بالله من هذا الكلام انطباق هذا الكلام علينا والعياذ بالله تعالى وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفر لا حسنة لا استغفار سبع ساعات مضت قال صاحب الحسنات يا صاحب السيئات اكتب على الشقي المحروم هذا الشقي هذا محروم تجاوز حدوده أمهل سبع ساعات اعمل حسنة معامل أمهل سبع ساعات استغفر على الأقل ما استغفر يقول اكتب على الشقي المحروم هذا الشقي هذا محروم اكتب عليه من يستاهل الرحمة هذا العياذ بالله تعالى ننتسب إلى سادة خلق الله عز وجل ندعو الله عز وجل بأسماء سادة خلق الله هذه الأسماء العظيمة عند الله عز وجل اللهم لا تجعلنا من المحرومين واجعلنا من المرحومين اللهم لا تجعلنا من الأشقياء واجعلنا من السعداء إلهنا لا نسألك بوجاهة لنا عندك نسألك بوجه محمد بن عبد الله وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد أنت اغفر ذنوبنا إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة